للأموال المنهوبة من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد أسرته في البنوك السويسرية فبعد عشر سنوات من تجميد هذه الأموال في سويسرا فشلت لحكومات المتعاقبة في اتباع الإجراءات القضائية المطلوبة لاستعادة الأصول المجمدة قبل انتهاء الموعد القانونية فلماذا هذا العجز وهل هناك ما يبرره نناقش هذا الموضوع في شباكنا الرئيس لليوم في شباك الثقافة نذهب إلى مصر ونطلع على اكتشافات أثرية جديدة في منطقة سقارة قرب أهرامات الجيسة بينها معبد جنائزي وأبارون فرعونية في شباك الصحة دراسة بريطانية تشير إلى أن المتعافين من كورونا محصلون من الإصابة به من جديد مدة خمسة أشهر تابعونا نبدأ كالعادة بشباك العالم وأبرز صور اليوم صورتنا الأولى الضقطت في كهف سون دونج في فييتنام أحد أكبر الكهوف الطبيعية في العالم هنا في قرية أورلينو الروسية رجل دين أورتودوكسي يغوص في مياه مجمدة احتفالا بأحد الأعياد الدينية هنا كميات كبيرة من المخلفات البلاستيكية تقطف بها أمواج البحر إلى شواطئ كوسامو في خليج تايلنب وهذا رسام هندي يضع لمساته الأخيرة على لوحة رسمها لرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كمال هارس قال رئيس التنفيذي للمجلس الدولي للممردين والممردات إن عدد العاملين في قطاع التمريد الذين يعتنون بمرضى كوفيد-19 والذين يعانون من الإرهاق أو الضغط النفسي الناتج عن العمل قد زاد في الجزء الثاني من عام 2020 وأكد ضرورة التعايش مع هذا الوباء في كل مكان خاصة في القطاعات الصحية حيث كان لافتاً أن الممردات والممردين في صدارة المجموعات التي سجلت أكبر نسباً من الإصابات بالفيروس من القلق إلى الإرهاق تواجه الممردات اللواتي يعتنين بمرضى كورونا مجموعة من الأعراض ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تركهن وظائفهن لقد سألنا جمعيات التمريد الوطنية لأول مرة العام الماضي عن عدد ممرضاتهم اللواتي أبلغن عن مخاوف كبيرة بشأن صحتهن العقلية وقد زاد ذلك من 60% إلى 80% تتلقى الجمعيات تقارير عن مشاكل الصحة العقلية ومشاكل وتحديات صحية عقلية كبيرة من الممرضات وهذا يختلف قد يقول الناس أن لديهم أعراض التوتر والقلق والاكتئاب وصعوبة النوم ولكن لدينا أيضا أشخاص عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة والإرهاق وليس فقط المرض لكنهم تركوا المهنة تحذيرات بأن تدهور ظروف عمل الممرضات بسبب كوفيد-19 قد يؤدي إلى عجز عالمي بأكثر من 13 مليون ممرض بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة على سبيل المثال هناك دراسة بإبلاغ 93% من الممرضات عن أعراض الإجهاد في أسبانيا يعاني 80% من الممرضات من القلق وبعض أعراض الاكتئاب في اليابان الأشهر القليل من العام الماضي 15% من الممرضات استقلنا نتيجة المرض والإرهاق أيضا هناك أدلة دامغة وقوية عن تأثيرات كورونا على الصحة العقلية على الممرضات 10% في المتوسط من المصابين بالوباء هم من العاملين الصحيين ما قد يرفع عدد الإصابات بين صفوفهم إلى 9 ملايين لقد دخلنا فترة هذا الوباء بنقص بين الممرضين يقدر بـ 6 ملايين ممرض أضف إلى ذلك عدد الممرضات التي سيتقاعدن في السنوات القليلة المقبرة أي 10 ملايين تأثير الفيروس بين الممرضات يمكن أن يدفع إلى مغادرة ما بين 13 إلى 14 مليون ممرض هذا هو نصف عدد الممرضات في العالم أعطاء الأولوية للعاملين الصحيين وتطعيمهم ضد الجائحة لا يكفي فلابد من تحسين ظروفهم وطبيعة حياتهم ومعيشتهم فاللقاح لا يعني نهاية الوباء في شباك الشارع نتوجه اليوم إلى تونس ونرصد أراء مجموعة من الشباب بشأن المواجهات الأخيرة التي وقعت بين عدد من الشباب وقوى الأمنة في بعض المحافظات التونسية تنتهي مساء اليوم فترة التجميد الإداري للأموال المنهوبة من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته لدى البنوك السويسرية تسعد دولة تونسية فيما تبقى من وقت لتمديد تجميد هذه الأموال بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في اتباع الإجراءات القضائية المطلوبة لاستعادة الأصول المجمدة وقد حذرت جمعيات مدنية ومنظمات تونسية من تضييع الفرصة الأخيرة لاسترجاع هذه الأموال وطالبت الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل بسبب طباط السلطات التونسية في استرجاع الأموال المنهوبة تعد ساعة الحبيب بورقيب الوقت المتبقية من مهلة التجميد الإداري الذي فرضته السلطات السويسرية على أموال بن علي وأقاربه في مصارفها من 2015 تقريبا لم يقع أي عمل أموال بالمليارات في سويسرا فقط رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أنه بصدد التنسيق مع عدد من المحامين في سويسرا لتمديد التجميد جاء ذلك خلال لقائه برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سيهان بن سدري التي قالت إنها تعمل مع الرئيس ضمن استراتيجية لإبقاء التجميد على هذه الأموال فترة أطول كي نحاول مع سيد الرئيس والإدارة متاعه أن نفعل العناصر الجديدة التي تمكن من على الأقل يصير ممكن إن شاء الله ربي وفقنا تجميد جديد للأموال هذه وتصلح في نفس الوقت مش بركة لسويسرا حتى للاتحاد الأوروبي يشك التونسيون في نجاح مساعي الساعات الأخيرة بتحقيق ما عجزت الحكومات المتعاقبة عن تحقيقه خلال عقد من الزمن حوالي 225 مليون دولار أمريكي جمدت في البنوك السويسرية منذ عام 2011 لم تتمكن الدولة من استرجاع سوى مبلغ بسيط منها يقدر بحوالي 4 مليون دولار بالإضافة إلى أموال أخرى مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي لم يفصح عن قيمتها إلى الآن ستنتهي أيضا فترة تجميدها في كانون الثاني يناير الجاري كان هناك غياب للرؤية في هذا الملف بسبب تعاقب المسؤولين بسبب تواطئ بعض المسؤولين بسبب عدم وجود إرادة سياسية صلبة لمتابعة هذا الملف ملف أموال بن علي المهرب وأملاكه وأملاك مقربيه التي تمت مصادرتها ما زالت إلى الآن تراوح مكانها دون حل جذري يعيد الأموال من الخارج ويمكن الدولة من التصرف في الممتلكات المصادرة في الدخل وضع ذهب كثيرون إلى اعتباره من أحد ملفات الفساد ما بعد الثورة والتي يجب فتحها في المؤسسات القضائية والمالية عشر سنوات مرت ولم تنجح الدولة التونسية في استعادة هذه الأموال من الخارج وتختلف التفسيرات حول ذلك بين التونسيين بين رأي يقول أن الصعوبات التقنية في تتبع هذه الأموال هي ما عقد عملية جلبها ورأي آخر يقول أن السبب وراء ذلك هو غياب الإرادة السياسية لتتبعها علي القيسمي العربي تونس ونرحب معنا من تونس بمهاب القروي وهو عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة أنا يقذ أهلا وسهلا بك معنا مهاب الحكومات المتعاقبة في تونس جميعها قالت أو ادعت أن هذا الملف استعادة الأموال المنهوبة هو أولوية ولكن بعد عشر سنوات هاي النتيجة أمام التونسيين لم يتحقق أي شيء من يتحمل المسؤولية؟ صحيح هو الدولة التونسية نعتبر أنه فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة في فترة ما بعد الثورة وهذا يعود إلى غياب استراتيجية واضحة من قبل السياسيين ومقابل الأحزاب الحاكمة بعد الثورة وخاصة غياب إرادة سياسية لهؤلاء السياسيين والأحزاب لاسترجاع الأموال هذية وربما السبب الثاني أيضا هو العلاقة ما بين الأنظمة الحاكمة والأحزاب الحاكمة بعد الثورة وعلاقتها بنظام بن علي وعائلة بن علي ربما هذه العلاقة التي سمحت بإبقاء الأموال في مكانها سواء كان في الاتحاد الأوروبي أو في دولة سويسرا أو الكندا وشفنا أيضا مثال واضح وصريح جدا وهو تدخل السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد عندما كان رئيس الحكومة في 2017 إلى حدود تقريبا سنة 2019 عندما تدخل لرفع التجميد عن أموال رجل أعمال معروف يدعى مارون أبروك وواحد أصهار عائلة بن علي ورجل أعمال هذية يعني تم رفع التجميد عن أمواله ثم يعني كثر الحديث عن علاقته الشخصية بيوسف الشاهد وعلاقته بالحزب الذي أسسه يوسف الشاهد في خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارتا ونهي خلينا نحكي أيضا على الجانب القانوني والجانب القضائي اللي تقريبا يعني أغلب القضاءات التونسيين عندما اتصلنا بهم وحاولنا الاستفسار عن الاشكاليات اللي يلقاوها في التعامل مع الملف هذا يقولوا أنه الملف هذا ملف استرجاع الأموال منهوبة هو ملف يطرح لأول مرة في تونس وما عندهم شيء التكوين القانوني أو القضائي اللازم للتعامل مع ملفات بالصعوبة هذه وبالتعقيد هذا فكان من الصعب جدا بالنسبة لهما التعامل القضائي السلس والسهل مع ملفات رحب السؤال المطروح لماذا بقي هذا الملف ضائعا ولم يسلم للشنة من القبراء من الاقتصاديين من المخضرمين فيما تعلق بكل هذه الأمور التقنية المالية والاقتصادية ولماذا لم يتم وضع خطة واضحة المعالم لماذا بقي مشتتا بهذا الشكل هو يعني الإجابة بسيطة جدا هو أن الدولة تونسية لا تريد استرجاع هذه الأموال لأنه لو كانت الدولة تريد استرجاع هذه الأموال وكانت الأحزاب صادقة في وعودها باسترجاع هذه الأموال لا قامت باسترجاع هذه الأموال طب لماذا لا تريد استرجاع هذه الأموال لأنه ربما يعني كيف ما قلنا ربما لأنه في علاقة ما بين الأنظمة الحاكمة والحزاب الحاكمة ما بعد الثورة وعلاقتها بنظام بناني وأصدقاء وأقارب وربما الأحزاب هذه ستنتفع ربما في وقت من الأوقات بالأموال هذه عندما تعود لأصحابها وهذا للأسف يعود إلى رفض ربما أتبني عقلية أو ثقافة القطعة مع الماضي واسترجاع الأموال هذه هي أموال الشعب التونسي يعني للأسف يعني حتى أحنا كنقول أموال عائد بن علي ليست أموال عائد بن علي وليست أموال أقارب بن علي هي أموال الشعب التونسي تم نهبها وسريقتها واخفائها في دول أوروبية وسويسرا وكندا ومقية الدول الأخرى أيضا الخليجية فللأسف يعني ليست هناك إرادة سياسية يعني بالرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس وحاجتنا إلى أموال وحاجتنا إلى كل دولار أو كل كما تتفضل بالقول هي ليست علاقة محابات فحسب وإنما استمرار لهذا الفساد إلى أنظمة الدولة أو إلى بعض الأحزاب حتى ما نجمل يعني إلى بعض الأحزاب التونسية هل تتحول تونس أو الأقطاب الحقوقية والجمعيات في تونس من المطالبة باستعادة هذه الأموال المهربة إلى الخارج إن في سويسرا وغيرها من الدول الأوروبية إلى يعني الدعوة إلى متابعة هذه الملفات الفساد الجديدة في تونس والتي يتورد فيها على ما يبدو أركان السلطة اليوم نحن بالفعل نحن في متابعة لصيقة لعديد ملفات الفساد التي تنخر للأسف الاقتصاد التونسي والتي تورط فيها عديد السياسيين وعديد رجال أعمال الضالعين في المجال السياسي وشأن السياسي في تونس واحنا في منظمة نيقظ عضو شفافية دولية في تونس في متابعة تقريبا يومية لملفات الفساد وإذا نقوم بشكل يومي تقريبا بمتابعة لملفات هذه على مستوى القضاء وعلى مستوى السياسي وأحنا في متابعة تقريبا منذ سنوات لملف الأموال المنهوبة وكانت عن انتصالات عديدة بالسلطة السويسرية وبالاتحاد الأوروبي تقريبا يعني تابعنا الملف هذا من أوله إلى آخره لكن للأسف يعني ديمة ودائما الإشكال يبقى على المستوى السياسي وغياب الإرادة السياسية رئيس الجمهورية كان في شهر 11 2019 كان أحدث لجنة صلب رئيس الجمهورية تعنى بملف استرجاع الأموال المنهوبة لكن للأسف إلى حد الآن لا ندري مصير هذه اللجنة ولا ندري إن كانت هذه اللجنة فعلا جادة في أعمالها وهل رئيس الجمهورية فعلا قادر على استرجاع الأموال المنهوبة التي تتطلب نوعا من الضغط السياسي والضغط الدبلوماسي خاصة وأنه ملف الدبلوماسي أو شؤون خارجية نعم بذكر رئيس تونسي قيس السعيد بعض الجهاد طلبته بالتدخل وهو أصلا دخل على خط هذه الأزمة وهذا الملف لكن البعض يتساءل لماذا يقهم رئيس الجمهورية نفسه فيما لا يفقى فيه وأصلا ليس من صلاحياته بالأساس أنت بنظرك ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه قيس السعيد هنا وما هو الهامش الذي يتمتع به هو شوف يعني بكل بساطة الجوانب الاقتصادية أو المالية التي تتعلق بصير اليومي للدولة ليست من الاختصاص المباشر لرئيس الجمهورية هذا ما تفقين فيه ويعني فيه شبه اتفاق على القراءة الدستورية لصلاحية رئيس الجمهورية لكن فيما يتعلق باسترجاع الأموال منهوبة هذا ملف دبلوماسي يعني مش من الممكن الحديث عن استرجاع الأموال منهوبة دون دور دبلوماسي لوزارة شؤون الخارجية دون دور دبلوماسي لرئيسة الجمهورية دون إرادة سياسية على أعلى رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية وهو أيضا المنتخب بأغلبية الشعب التونسي فعلى الأقل هناك مسؤولية سياسية لرئيس الجمهورية ولكن للأسف رئيس الجمهورية استفق بشكل متأخر جدا لأنه رئيس الجمهورية تقريبا عنده أكثر من سنة في الموقع اللي هو متواجد فيه لكن للأسف رئيس الجمهورية تحرك بطريقة متأخرة جدا مقارنة بما وعد به وملف الأموال منهوبة يبدو أنه ليس على رأس أو رئيس الجمهورية نعم سأعود إليك وإلى الخيارات المتوفرة أمام تونس لكن بداية نتوقف مع رانيا دريدي تطلعنا على مزيد من التفاصيل بشأن هذه الأموال المجمدة في الخارج والعائدة لرئيس تونس المقلوع زين العبدين بن علي وأفراد أسرته بينما تعيش تونس أوضاعا اقتصادية صعبة عمقتها جائحة كورونا والاعتصامات والاحتجاجات المتكررة ترقد أموال تونسية مهربة ومجمدة في بنوك أجنبية وبينها سويسرية دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من استعادتها الخطير والمؤسف في موضوع الأموال المجمدة بسويسرا أن تونس تواجه خطر خسرتها لصالح حاشية الرئيس الراحل بن علي وتقدر بثلاثمائة وعشرين مليون دولار إذ أن التجميد ينتهي منتصف هذه الليلة وكان بن علي وأصهاره من عائلة ترابلسي تمكنوا من اختلاس أموال طائلة وتهريبها إلى الخارج على مدى سنوات بن علي في الحكمة من بين وجهات التهريب كانت سويسرا بالطبع وقد وصلت مدة التجميد حدها الأقصى وهي عشر سنوات حسب القانون السويسري دون أن تكمل السلطات التونسية لإجراءات القانونية لاستعادتها وتختلف تقديرات حجم الأموال المجمدة في سويسرا وزارة الخارجية السويسرية ذكرت أن أكثر من 59 مليون دولار من أموال حاشية بن علي وزمرته مجمدة إداريا في بنوك سويسرية وهو المبلغ المتبقي بعدما أعادت سويسرا نحو 4 ملايين و200 ألف دولار إلى تونس وفق وسائل أعلام غربية غير أن منظمة ببليك آي السويسرية غير الحكومية تقدر هذه الأموال المجمدة بـ 320 مليون دولار عشر منظمات تونسية أمضت على بيان مشترك في اليومين الماضيين طالبت فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول ضمن المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية من بين المنظمات التي وقعت على البيان المذكورة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ولا سلام دون عدالة ووفقا للنظام السويسري هناك ثلاث هيئات معنية بالأصول المجمدة أولا مكتب وزارة العدل الفيدرالية من خلال تفويض لمكتب النائب العام ويكون معنيا بالمساعدات القانونية المتبادلة بين سويسرا وبين دول الشخصيات المجمدة أموالهم في القضايا الجنائية كما يتولى مكتب النائب العام المسؤولية عن تجميد الأصول فيما يتعلق بهذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية التي بدورها تختص بالتجميد الإداري بموجب قرار من الحكومة السويسرية أعود إلى مهاب القروي في تونس مهاب ما هي خيارات تونس اليوم؟ أو بالأحرى ما الذي يمكن أن تطيحه سويسرا لتونس؟ ربما هذا هو الأهم في الحقيقة خيارات تونسي خيارات محدودة جدا أضعنا عشر سنوات تقريبا منذ انطلاق مسار استرجاع الأموال لهذه وطلبات السلطات السويسرية كانت واضحة جدا هذه الطلبات تتعلق خصوصا بأحكام قضائية تثبت علاقة الأموال الموجودة في البنوك السويسرية بعائلة بن علي وأقاربه وأن الأموال هذه تم اكتسابها أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لكن للأسف الحكومة التونسية المتعاقبة لم تقم بإرسال الملفات هذه للسلطة السويسرية ولم تصدر أحكاما نهائية باتة تثبت علاقة الأموال هذه بعائلة بن علي وهذا أمر تقريبا مضحك جدا لأنه من السهل تقفي أثار هذه الأموال وتتبع الأموال هذه وإثبات أن عائلة بن علي قد تحصلت عن الأموال هذه بطريقة غير مشروعة فكما قلنا تقريبا مجال تحرك الدولة التونسية محدود جدا مقارنة بالوقت الضاء خاصة أننا تقريبا ما زل عنا خمس أو ست ساعات أمام انتجاه الأجير ومن يوم غد ستتتمكن يعني عائلة بن علي من إعادة التصرف في الأموال هذه مرة أخرى بعد عشر سنوات أشكرك جزيلا شكر مهاب القروي عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة أنا يقذ من تونس في شبك هاشتاق لليوم نرصد أبرز مشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مع مرسلنا في تهران حازم كلاس حازم مساء الخير وأهلا وسلام بك معنا الموضوع الأول الذي استحوث على اهتمام المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران هو انهيار البورثة أهلا نرى في الواقع يعني موضوع البورثة ليست المرة الأولى الذي يطرح فيه هذا الموضوع خلال هذه الأشهر الماضية عدة مرات سقطت أسهم البورثة بشكل كبير ومتسارع واليوم كذلك أو خلال هذا الأسبوع حصل ذات الشيء محمد رضا نشر صورة لواقع البورثة اليوم في إيران وواضح تماما من خلال الصورة التي نشر أن كل الشركات باللون الأحمر وهذا يدل على الانهيار الكبير وقال أنها في سخرية أنها مثل حبات الرمان كل الشركات حمراء في وقت واحد الأمر تفاقم بشكل سريع وعدة مرات خرجت تظاهرات أمام مبنى البورثة علي بارسي نشر هذا الفيديو لإحدى هذه التظاهرات أمام مبنى البورثة نتابع فريدون عباسي أيضا وهو رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني علق على هذا الموضوع وقال لقد تركت سوق البورثة التي تم تجيع المواطنين من قبل الحكومة على الالتحاق بها بل أنهم يعرقلون الأمور أيضا لقد تخلوا عن 50 مليون من أصحاب الأسهم وينتظرون مراسم أداء القسم في إشارة إلى أداء القسم من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ويعلقون أمالهم على الغرب لا يهتمون لأوجاع الناس الموضوع تفاقم بشكل أكبر زهرة عبداللهي قالت بأن الاعتراضات الكثيرة التي وصلت إلى نواب البرلمان جعلتهم ينون العمل على طلب الرقابة والتحقيق فيما يخص البورثة خلال أسبوع إذا لم يتمكن وزير الاقتصاد من ضبط الأمور وقبل دقائق فقط نادين تقدم رئيس البورثة باستقالته لوزير الاقتصاد في أحدث الأنباء وهذا يدل على حجم التفاعل الكبير والمشكلة التي تواجه بورثة إيران حازم في موضوعنا الثاني مزايدة إيران الثقافية الفنية أثارت الكثير من الجدل وما تزال حتى يومنا هذا صحيح خلال هذا الأسبوع عقدت مزايدة طهران أو ما يسمى بحراج طهران وأثار في خضم انعقاده عدة نقاط أثارت الجدل حقيقة أولى هذه الصورة التي نشرتها شبنم وقالت أنه لا تقول عن هذا الأثر الذي بيه أنه لوحة وإنما هو تقليد للوحة أخرى لقد تم بيعه بـ 12 مليار ونصف مليار تومان الصورة في الأعلى هي لدوكوا داتشيس أوربينو من القرن الرابع عشر وهي موجودة في متحف في فلورانسا في إيطاليا أما الصورة في الأدنى فهي تقليد للصورة الأصلية حاج أحمد قال أن بالفعل العالم بات غريبا كل يد ترفع في مزايدة طهران من أجل شراء لوحة تعلن رقما يساوي مرتب عامل لعدة أشهر وكل هذا من أجل شراء لوحة لماذا لا يقول أحد لهؤلاء أن يصرفوا أموالهم على الفقراء سيدة زهرة عبدالله قالت بأن نواب البرلمان الإيراني تقدموا بسؤال لوزير الثقافة بعد هذه المزايدة وقالوا أنه كيف يسمح لشخص متهم بالاعتداء الجنسي على كثيرات بالمشاركة في هذه المزايدة بشكل أو بآخر هذا مرفوض أما شكران فنقلت عن إيران دارودي وهي فنانة في إيران معروفة قولها أن المزايدات في طهران خطرة وتثير القلق أسعار اللوحات لا تزيد ولا تنقص من قيمتها وفي الغالب يتم اتباع أساليب وطرق مختلفة من أجل رفع الأسعار عدة نقاط أثارتها هذه المزايدة وليست المرة الأولى في الواقع التي تثار هذه المزايدات خاصة هذه النقاشات خاصة ندين أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران أوضاع صعبة منذ سنوات بسبب العقوبات الأمريكية وعندما يتم مشاهدة هذه الأرقام الكبيرة من أجل اللوحات تثار حفيظة كثيرين في الواقع شكرا جزيلا لك مراسلنا في طهران حازم كلاس شبابيك متواصل معكم وتتابعون فيه بعد قليل معبد جنائزي وأبار فرعونية اكتشافات أثرية ضخمة في منطقة سقارة المصرية مئات الألاف من الحجاج الهندوس يتجمعون قرب نهر قانج رغم انتشار كورونا دراسة بريطانية تشير إلى أن المتعافين من كورونا محصنون من الإصابة به من جديد مدة خمسة أشهر عثرة في منطقة سقارة قرب أهرام الجيزة في مصر على عشرهات الاكتشافات الأثرية الهامة بينها معبد جنائزي فرعوني وأبار وتوابيد خشبية تعود لعصر الدولة الحديثة وذلك كما أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية وأشر المجلس في بيان الاكتشافات هامة توصلت إليها البعث المشتركة بين المجلس الأعلى ومركز زاهي حواس للمصريات التابع لمكتبة الإسكندرية التي تعمل في منطقة سقارة تؤكد أن منطقة سقارة استغلت في الدفن منذ عصر الدولة الحديثة بطن سقارة الخصب يلد مجددا اكتشافات هامة ستعيد كتابة التاريخ وتحديدا تاريخ دولة حديثة بدأت قبل ثلاثة آلاف عام البعثة المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس التابعي لمكتبة الإسكندرية تنفض الرمال عن المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت أو نيت زوجة الملك تيتي أو لملوك الإسرة السادسة من الدولة القديمة الملكة نيت كانت زوجة وابنة الملك تيتي الملوك وحدهم من كانوا يستطيعون الزواج ببناتهم مثل أوزوريس الذي تزوج إيزيس هذه العادة كانت في المملكة الجديدة فقط ولكن هذه هي المرة الأولى التي نملك فيها دليلا على زواج مالك من ابنته في المملكة القديمة شمل الاكتشاف كذلك ثلاثة مخازن من الطوب لحفظ قرابين كانت تستخدم في الطقوس وعلى اثنتين وخمسين بئرا بعمق أحد عشر مترا تقريبا بداخلها أكثر من خمسين تابوتا خشبيا من عصر الدولة الحديثة الممتد بين القرن السادس عشر والقرن الحادي عشر قبل الميلاد ويعد رمسيس الثاني أشهر ملوكه وعثر كذلك على تابوت حجري وبردية تحتوي على الفصل السابع من كتاب الموتى عدا عن أقنعة وقوارب خشبية وألعاب كان المصريون القدماء يمارسونها وجدنا بردية طولها خمسة أمتار وتوابيث أحدها كان لجندي وجدنا الفأس الذي كان يقاتل به وألعابا مثل لعبة السنت إذا فزت بها ستذهب إلى العالم الآخر إلى حقل يوروك وهي جنة مصر القديمة ويأتي هذا الكشف تتمة لكشوفات أكبر وثر عليها في الشهور الماضية سقارة المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي لأنها منطقة مقابر العاصمة القديمة منفس لا تزال رمالها تغوص بأسرار تبوح بها للعالم بين الحين والآخر رحب معنا من إسطنبول بحسين دي جيل وهو أكاديمي وباحث متخصص في الآثار المصرية أهلا وسلام بك معنا سيد حسين من ناحية علمية وصفت هذه الاكتشافات بأنها تعيد كتابة تاريخ سقارة في العصر الفرعوني الحديث كيف ذلك؟ نعم أهلا وسلام بحضرتك وتقرير مميز جدا المعروض الآن وهو وضح الاكتشاف بشكل كبير أنا ما أضيف عليه إلا القليل يعني أن هذه البعثة التي قامت بهذا الكشف هي بعثة مصرية خالصة وده في الفترات الأخيرة بدأت البعثات المصرية الخالصة تعصر على اكتشافات ضخمة كما رأينا في فترات السابقة هذا الاكتشاف كما سألت حضرتك هو من يعني قد يغير فعلا مجرى التاريخ في حقبة من الحقبة التاريخية القديمة لأنه لأول مرة يتم فيها العصور في سقارة على مقابر من عصر الدولة الحديثة يعني هناك أهرامات بداخل منطقة سقارة تنتمي للدولة القديمة وأيضا في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر من العام الماضي تم العصور أيضا على توابيت أيضا تنتمي للعصر الانتقال المتأخر يعني منذ 600 عام قبل الميلاد لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العصور على توابيت تنتمي لعصر الدولة الحديثة وهو يضيف أمرا تاريخيا لأنه هناك من المعروف أن هناك في سقارة كان هرام يسمى هرام تيتي هذا ملك ومؤسس الأسرة السادسة في عصر الدولة القديمة هذا الملك كان له زوجتين كنا نعرف زوجة واحدة هذا الاكتشاف بيّن الزوجة الأخرى وهي نعر تنيت وهذه الزوجة وجد لها معبة جنائزي لأنها في عصر الدولة الحديثة سبت من خلال هذا الاكتشاف أنها قد عبدت يعني قد عبدت وقدست في المرحلة التي تلتها تلت فترة حكمهم بما يقرب من ألف عام يعني منذ عصر تيتي إلى عصر الأسرة السامنة عشر أو التسعة عشر هذا ما يقرب من ألف عام ثبتت هذه الاكتشافات أنه تم عبادة تيتي وتم عبادة زوجتي من خلال هذا المعبد الجنائزي الذي تم اكتشافه مؤخرا طيب سيد حسين جميلة هذه الإحاطة التاريخية التي وضعتنا فيها من الناحية الأسرية كيف تحدد أهمية هذه الاكتشافات وكيف يتم التعامل معها نعم طبعا بتحدد هذه الاكتشافات وتاريخها من خلال ما يوجد عليها من نقوش يعني من الجميل جدا أن هناك عدد كبير جدا من التوبيت تم العصر عليه لأنه وجد في هذا الاكتشاف الأخير وجد أكثر من 52 بئر في كل بئر تابوت هذه التوبيت كثير منها وجد منقوش نقشا كاملا وتوبيت أخرى وجدت نقوشات عليها قليلة فتم التعرف على فتراتهم وتم التعرف أيضا على أسمائهم أيضا تم العصور على بردية بردية ضخمة جدا كما ذكر في التقرير هي يعني تصل إلى أربع متر طولا وثلاثة متر عرضا وتحتوي على الفصل السابع عشر من كتاب الموتى وهو الكتاب الذي كان يحتفظ به المتوفرة في مصر القديمة في داخل نعشه يعني اعتقادا منه أنه يكون سببا له في وصوله إلى الآخرة هذا كان من ناحية التعرف على تاريخه وحقبته أما الاهتمام به فهو الآن يتم كل ما تم العصور عليه يتم وضعه بداية يعني في مخازن ثم بعد ذلك يتم ترميمه ثم يتم انتقاء ما يجوز عرضه أو يعني يتم عرضه أو يعني يليق أن يتعرضه فيتم عرضه في المتاحف والأشياء الأخرى تظل في معامل الترميم والمعامل البحسية لكي يتم اكتشاف الكثير مما يحيط بها من معلومات لأن هذه الاكتشافات يعني كثيرة جدا وغيرها أيضا من الاكتشافات السابقة تحتاج إلى دراسات متأنية لكي نحصل منها على معلومات أكثر مما تم الإعلان عنه سريعا على كل إن هذه الاكتشافات ليست الأولى من نوعها في سقارة أشكرك جزيل الشكر حسين ديجيل الأكاديمي والباحث المتخصص في الآثار المصرية منضمن إلينا من إسطنبول نزل مئات ألاف الحجاج الهندوس في مياه نهري جانج خلال مهرجان يمتد ثمانية أسابيع ويعد أكبر تجمع للحجاج في العالم وقد شهدت إحدى المدن الهندية زيارة نحو مليون شخص في يوم الحج الأول على الرغم من أن البلاد تشهد ثاني أعلى نسبة إصابات بالفيروس أكبر تجمع بشري في العالم لم يقف كورونا في طريقه الهند التي خسرت أكثر من مئات وخمسين ألف شخص في معركتها ضد الوباء تحتفي بأكبر تجمع ديني ألف الحجاج من الهندوس تجمعوا في نهر الغانج للخلاص من الذنوب الفيروس بتأكيد يقلق الناس ولكن هذا هو موقع مغانا وبركاتها تحيط المكان ولهذا سبب نرى الناس يأتون هنا دون خوف مطمئنين وأنا متأكد من أن مغانا ستعدني بهم ثمانمائة ألف إلى مليون حاج يتوقع أن يصلوا في يوم واحد في مهرجان يمتد أسابيع ثمانية يقام مرة واحدة كل أربع سنوات في أربع مدن مختلفة أنا حزين لأنه لا يمكننا الاحتفال بشكل صحيح أكبر حقيقة على وجه الأرض هي الموت ما فائدة العيش في خوف يغطس الهندوس في نهر الغانج ويستحمون فيه لينشد الخلود طقوس بدأها أجدادهم قبل آلاف السنين في أسورة تقول إن الآلهة والشياطين توصلوا لاتفاق مؤقت يقضي بالتعاون على خض رحيق الخلود الذي سقط في أربعة أنهار يزورونها بالتناوب حانا موعدنا الآن مع دانيا أرشيد وآخر أخبار الصحة مساء النور دانيا مساء الخير ندين وساء الخير لجميع المشاهدين كما عاهدنا في الفترة الماضية نتحدث دائما عن فيروس كورونا واليوم المصابون بفيروس كورونا فين يطمنوا بيننا خمسة أشهر صحيح ندين أنت مثل ما بتعرفي هذا دوما سؤال ومحط جدل كبير أن المتعافي من كورونا كم هي المدة التي يمنح بها حصانة ضد هذا المرض وغيرها من الأمور اليوم دراسة بريطانية تتوصل نعم أن الشخص المتعافي من كورونا عنده حصانة على الأقل لمدة خمسة أشهر ورح نتعرف كيف هذا ممكن أصلا يغير بكثير أشياء خصوصا في حملات التطعيم الوطني التي تحصل الآن إذن أشارت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن الأشخاص المصابين سابقا بفيروس كورونا يتمتعون بحماية أكبر ضد الإصابة مجددا لمدة خمسة شهور المزيد من التفاصيل في التقرير التالي أخبار سارة للمتعافين من كورونا فمن المرجح أن يتمتع الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد تسعة عشر بحصانة ضده لمدة خمسة أشهر على الأقل ولكن هناك إدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة قد يكونون قادرين على حمل الفيروس ونشره وفقا لدراسة بريطانية أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكننا أن نكون على ثقة تامة من أنه في غضون خمسة إلى ستة أشهر بعد الإصابة الأولى فإن الغالبية العظمى من المصابين بعدوى سابقة سيكونون محميين من المرض الشديد ويتم حمايتهم من العدوى المصحوبة بأعراض وأن هناك نسبة صغيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض بدون أعراض أظهرت النتائج الأولية التي توصل إليها علماء في الصحة الوطنية في إنجلترا أن الإصابة مجددا بكورونا لدى الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لكوفيد-19 من عدوى سابقة أمر نادر حيث تم العثور على 44 حالة فقط من بين 6,614 شخصا مصابا سابقا لكن الخبراء حذروا من أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في الموجة الأولى من الوباء في الأشهر الأولى من العام الماضي قد يكونون الآن عرضة للإصابة به مرة أخرى يبدو أن العدوى السابقة جيدة مثل اللقاح على الأقل خلال هذه الفترة وهي أخبار جيدة جدا وستساعد إلى جانب اللقاح في إعطاء مستوى من المناعة لدى السكان وسيبدأ ذلك في الحد من انتقال العدوى وما تنوي هذه الدراسة القيام به هو تحديد مدى هذه الاستجابة فهل ستستمر 6 أشهر أو 12 شهرا أو سنة واحدة أو سنتين ونخشى أنه علينا الانتظار لنتمكن من الإجابة على هذه الأسئلة بشكل كامل وتمثل هذه الأرقام حماية بنسبة 83% من الإصابة بكورونا مرة أخرى ويحذر القائمون على البحث من أن الأدلة المبكرة من المرحلة التالية من الدراسة تشير إلى أن بعض الأشخاص الذين لديهم مناعة ما زالوا يحملون مستويات عالية من الفيروس ويمكن أن ينقلوه إلى الآخرين ويشددون بالتالي على ضرورة الحفاظ على احتياطات السلامة وأعود إلى دانيا دانيا ما هي العناصر المهمة التي كشفت عنها هذه الدراسة؟ طبعا هذه الدراسة شملت الآلاف من الأشخاص العاملين في قطاع الرعاية الصحية والانصابوا بفيروس كورونا وجدوا أنه خلال ست أشهر أن هؤلاء الأشخاص لم يصابوا مرة أخرى إذن هم على الأغلب محصنون ضد الإصابة مرة ثانية بكوفيد 19 ربما هذه الدراسة غير مكتملة لحد الآن هناك في أشياء أخرى وتساؤلات عديدة وهم بصدد رصد الآن ولكن الأهم في هذه الدراسة أنه هي ربما تعدل من الأولويات الذين يتلقون التطعيم يعني هو رح يمشي بهسب الفئات العمرية والأكثر عرضة للإصابة سواء إذا كانوا بيشتغلوا بالصفوف الأمامية في الرعاية الصحية والطبية وغيرها من الأمور ولكن ربما ندين الشخص الذي أصيبه مؤخرا لأنه محصن فربما يعطي الدور لغيره في اللقاح لحتى نحصل على مناعة حقيقية في أسرع وقت ممكن طبعا دانيا خاصة أن بعض الأشخاص أصيبوا مرة أخرى بكورونا وكانت إصابتهم الثانية أشد وطأ من المرة الأولى يعني لا أحد ربما في منأة عن الخطر حتى الآن في هذه المرحلة عن الإصابة من جديد بكورونا حتى لو كانت فترة الحصانة خمسة أشهر هلأ بحسب هذه الدراسة لا خلال ستة أشهر رصدات يعني صار فيه لكن بشكل نادر جدا ولكن ما بنعرف أنه بعد ستة شهر كيف ستكون الأمور لذلك كما ذكرت الأشخاص اللي أصيبوا بالموجة الأولى العام الماضي اللي مرأ عليها سنة فهم الآن ربما قد يعاودوا الإصابة مرة أخرى طيب دانيا فيما يتعلق بفيتامين دي يبدو أن هناك في جدل فيما يتعلق بمدى جدوى يعني تناول فيتامين دي أم لا للوقاية من كورونا طبعا بس بنا نذكر دوما موضوع الفيتامينات والمكملات الغذائية هو أيضا من أكثر المواضيع الجدلية ربما ليس فقط بحال كورونا وإنما بخصوص الأمراض الأخرى ولكن بدنا نذكر شيء كثير مهم أن أول شيء الفيتامين سي هو الذي يتصدر القائمة في الوقاية من فيروس كورونا ثم تأتي بعدها الفيتامينات الأخرى إذن لا تزال فعالية الفيتامين دي في محاربة فيروس كورونا موضع خلاف وجدل فقد أفادت دراسات بأن وجود مستويات كافية من الفيتامين دال الذي يتم إنشاؤه في الطبقات السفلية من الجلد من خلال امتصاص أشعة الشمس يلعب دورا رئيسا في عمل المناعة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وبحسب دراسة فرنسية في دور لرعاية المسنين تبين أن تناول المكملات أو مكملات فيتامين دال بانتظام مرتبط بتقليل حدة مرض كوفيد تسعة عشر يعني هل نفهم أنه ينصح بتناول فيتامين دي؟ طبعا في بعض الأطباء كتير بيشجعوا على تناول فيتامين دي لأنه يحد من الإصابة من كوفيد تسعة عشر ولكن بعض الآخر يراه مضيعة للوقت ولكن نذكر أنه في دروة الموجة الأولى التي حصلت في بداية العام الماضي موجة كوفيد تسعة عشر في أعتقد أطباء الـ NHS أو قطاع الصحة العامة في نيوكاسل وقتها وجهوا توصيات غير رسمية بضرورة تناول مكملات غذائية منها فيتامين دال ولكن الأطباء قالوا أنه ما عندهم وقت للمناقشة أو لمناقشة ما مدى نجاعة هذا الأمر خصوصا في ظل كانت الموجة في دروتها وإصابات كثيرة بكورونا فما أدروا يبتوا بالموضوع أو يناقشوا فيما إذا كان فيتامين دال بالفعل يحد من ذلك يعني ربما إذا ما بفيد ما بضر لا أكيد طيب دانيا في هناك دراسات أخرى أجريت حول فيتامين دي طبعا الدراسة التي ذكرناها التي أجريت في فرنسا على 66 شخص مسن شافوا أنه اللي بتناولوا المكملات الغذائية بانتظام ومنها فيتامين دال انخفضت نعم لديهم حدة الإصابة بأعراض الحادة من كوفيد-19 وفي أيضا دراسة تمت في كوريا الجنوبية شملت 200 شخص وشافوا أيضا أنه نقص فيتامين دال يقلل ربما من العمليات الدفاعية ضد كوفيد-19 وبالتالي يتعرض الشخص لخطر الإصابة بالأعراض الحادة من كوفيد-19 فكما قلت يعني أكيد فيتامين دال يعني رح يفيد وما رح يضل يضر وفيجب التعرض لأشعة الشمس وتناول الأغذية والمكملات الغذائية شكرا جزيلا لك دانيا بناء على كل ما تفضلت به أنا سأتناول فيتامين دي شكرا شكرا نختم شبابيك بفيديو من منصتنا على الإنترنت أنا العربي وقطصة اليوم عن رسالة بعث بها عمال مناجم معالقين في باطن الأرض إلى رجال الإنقاذ في الصين نترككم مع هذا الفيديو ونلقاكم في الغد أو بعده عند الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش السادسة بتوقيت القدسة إلى اللقاء موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة